لم تدخل المساعدة الإنسانية المرسلة من الأمم المتحدة إلى مخيم الركبان والسبب علي الزعتري منسق شؤون الإنسانية للمنظمة الأممية في سوريا الذي ادعى بأن الأوضاع غير آمنة وقد تشكل خطرا على حياة العاملين في قافلة المساعدات موقف منسق الأمم المتحدة هذا كشفه مضر حمد الأسعد المنسق العام للرابط السوري لحقوق اللاجئين في بيان اتهم فيه الزعتري المقيم بدمشق بالتنسيق مع نظام الأسد والهلال الأحمر التابع له والذي نتج عنه حظر إرسال المساعدات للنازحين هناك وبالتالي تحميل الزعتري مسؤولية تبعات هذا القرار بحسب بيان الرابطة خذلان مخيم الركبان لم يتوقف عند هذا الحد فدائرة تراشق الاتهامات حوله التسعت لتشمل كل من الولايات المتحدة وروسيا القيادة العسكرية المركزية الأمريكية اتهمت موسكو برفض دعم إرسال المساعدات الإنسانية الأممية إلى المخيم الواقع على الحدود السورية الأردنية رغم تأكيد القيادة الأمريكية توفيرها جميع الضمانات الأمنية للروس لتنفيذ هذه العملية لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف نفى وجود هذه الضمانات الأمريكية جملة وتفصيلا وزعم أن عملية إيصال المساعدات التي كانت مخططة في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي فشلت ليس بسبب تخاذل الروس بل بسبب ظهور خطر الهجوم في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأمريكية وأضاف كوناشينكوف أن الكارثة الإنسانية في منطقة التنفيذ السورية يغذيها الجانب الأمريكي بشكل متعمد بهدف إبقائها مصدرا دائما لتجنيد اللاجئين الموجودين في الركبان وضمهم إلى صفوف المقاتلين الذين تسيطر عليهم الولايات المتحدة على حد ادعائه ولكن يبقى ثابت الوحيد في تراشق الاتهامات هذا أن أكثر من خمسين ألف إنسان في الركبان بانتظار الموت في حال عدم تحرك دول العالم لإنقاذهم